خسائر فادحة في الدومباس وخاركيف ومعارك ضاريا في سيفرو دونيتسك ويبقى المشهد يتطور هناك في شرق أوكرانيا منذ ما يزيد عن مائة يوم رغم ارتفاع حصيلة الضحايا من الجانبين الروسي والأوكراني تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أكثر من ثلاثمائة وثلاثين مقاتلة ومروحية أوكرانية دمرتها روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية بحسب وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي كما أعلنت هذه الأخيرة عن مقتل أكثر من ثلاثمائة وخمسين مقاتل ممن تصفهم بالقوميين الأوكرانيين وتدمير مراكز قيادة أوكرانية وإسقاط مقاتلتين بالقرب من دونيتسك ولضمان إجلاء آمن للمدنيين من مصنع أزوت في سيفرو دونيتسك أعلنت روسيا عن فتح ممر إنساني ضمن قوافل إنسانية تنقل المدنيين إلى مراكز إيواء مؤقتة بحسب رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخايل ميزينيتسيف من جانب آخر يقول الرئيس الأوكراني فلودي ميرزيلينسك إن أكثر المعارك ضروة كانت في سيفرو دونيتسك والمدن المجاورة لها وصفا الخسائر التي تكبدتها قواته بالمؤلمة حصيلة آخر الساعات بحسب مصادر صحفية تكشف عن مقتل أربعة جنود في صفوف الجيش الأوكراني وإصابة أكثر من عشرين آخرين وقصف لدونيتسك بأكثر من مائة صاروخ خلال ثلاثين دقيقة ما أدى إلى نشوب حريق بأحد مستشفيات المدينة وسط حالة الدمار في ماريوبول وفولنوفاكا تعتزم روسيا بدء عملية إعادة إعمار المدينتين كما تعكف على تقييم حصيلة الأضرار على الميدان في دونيتسك ولوغانسك مع إحرازها تقدما في خاركيف ثاني أكبر مدينة أوكرانية فيما تشير توقعات إلى اقتراب استسلام قوات الجيش الأوكراني في سيفرو دونيتسك التي تقول مصادر روسية إنها فقدت كل فرصة للمغادرة وسط استمرار القتال اشتركوا في القناة